تكنو بلانات انفرميش لارينت متابعوك باتقنية الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم ها هو اللقاء يتجدد معكم اليوم في هذا التسجيل الجديد والذي سنحاول من خلاله استعراض تطبيق يقدم لنا وظيفة لطالما تلقينا عليها مجموعة من التساؤلات في مجموعة تكنو بلانات على الواتساب التطبيق الذي بين يدينا اليوم يمكننا من تحميل الفيديوهات والأوديوهات من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي سواء أتعلق الأمر باليوتيوب فيسبوك تيك توك إنستاغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وبأي سيغي التي نريد التطبيق الذي بين يدينا اليوم يدعى سيغي تكتب ب سأدعو لكم رابطة لتحميل التطبيق في صندوق وصف الفيديو إن شاء الله إذن سندغط على التطبيق دغطته لتثبيته إنستالي التطبيق تم تثبيته على الهاتف سأقوم بالدخول أوفره إذن هذا قيد يشرح لنا طريقة عمل التطبيق وما هي الأمور التي يجب مراعاتها حين العمل بالتطبيق إذن سأضغط أنا على فرمي سهلا التطبيق صراحة سهل كل ما يحتاجه منه هو الإتيان برابط الفيديو من أي المواقع التي يدعمها وكما قلت سالفاً هو يدعم مجموعة من مواقع التواصل الشماعي ما يحتاجه التطبيق هو رابط الفيديو ثم لسقه في خانة التحرير والضغط على تلسار جمو إذن سنستعرض إعدادات التطبيق بشكل سريع بغامتر هذه صراحة لا أنصحكم بعملها سندخل لها ونرى إذن كما سمعتم إذا قمنا بالعمل أو بالسماح لتطبيق بالعمل في الخلفية هذا من شأنها أن يقلل من نسبة البطارية ويستشعلك البطارية بشكل كبير وهذا لا يساهم إلا في التحميل في الخلفية ونحن لا نريد التحميل في الخلفية لذلك سأقوم بعمل غفوزي سندخل لجنرال لأنه فيها خاصية رائعة في البرنامج تهمنا بشكل كبير وسنقوم بتحديديها سندخل لجنرال لأنه فيها خاصية رائعة في البرنامج هذه هي الإدىال التي تمكننا من التحميل من اليوتيوب إذن هي على ميز أجور automatique يعني كلما توفر تحميل لهذه الأدات التي تقوم بتحميل فيديوهات من اليوتيوب يأتي مو تحدثي إذا كان يقول لنا أن تحميل بدا أو تحميل XML تقوم بتحميل ومن سما تحكين هذه الرسالة المشهورة رسالة سما في أرد إشعارات سأضغط على أطوريز وفق إعدادات مثلا أنني قلت له تقوم بتحميل بجودة الـ MP4 أو بجودة الـ Audio أو تقوم بالتحويل إلى الـ MP3 يعني كل هذه الإعدادات التي قمتوا بضبطها السلافل يتم التحميل وفق هذه الإعدادات إذا قمتوا بالتعليم على تقوم بالتعليم على هذه هي من الأفضل أن نقوم بالإبقاء عليها حتى لا يقوم بحفظ للمياتور أو تلك السور الصغيرة التي تكون كمقدمة للفيديوهات أو كتعرف للفيديوهات سأقوم بالتعليم على هذا الخيار تليشارجي la liste de lecture وهذا ما يميز هذا التطبيق هو تحميل مجموعة من الفيديوهات دفعة واحدة أي ما يعرف بالـ Playlist يعني يمكننا أن نقوم بتحميل Playlist كاملة بواسطة هذا التطبيق هي افتراضيا تكون غير مشغلة نضغط عليها ويتم تشغيلها كل هذه الأمور لا تهمنا هو افتراضيا يقوم بوضع التحميلات في Download يقوم بإنشاء مجلد باسم C.A.L. داخل Download أنا صراحة أفضل تركه هناك Format de fichier كالتين فيديو ستتر Format de fichier سندخل لها ونضبط الإعدادات هذه يعني يقول لك دائما قوم بتحميل تحميل الملفات كاوديوهات وليس كاوديوهات يعني نقوم بالتعليم عليها ودائما يقوم بتحميل الملفات كاوديو يعني كلما جئناه برابط يقوم بتحميله كاوديو Format de fichier ندخل Format de fichier Format de fichier لorsque plusieurs sont fournis Non specific Par defaut Cocher Opus non cocher M4A non cocher Annulé Opus و M4A قد يقول قائل أنه لا يدعم MP3 ولكن دعونا حتى نكمل M4A non seleccioné ما يسوركم من هذا التطبيق إن شاء الله Annulé Confirmé Confirmé C'est al Enregistré en tant qu'audio Format audio que ferait M4A Qualité audio illimitée Calim Qualité audio Convertir le format audio convertir en MP3 Non cocher Convertir le format audio non cocher Aقوم بالضغط Aقوم بالضغط عليها تصبح هكذا cocher وكلما قام بتحميل أي audio سواء كانت صيغته Opus أو M4A يقوم بتحويل إلى MP3 صراحة تطبيق جميل للغاية هذه صراحة من الأحسن جعلها non cocher هنا يقول لي هذه الأمور indisponible لماذا لأنني قمت بالتعليم على تطبيق على هذا خيار وانتظر autant que audio هنا أزيل أنه التحدي هنا أصبح بإمكاني التحكم في خيارات الفيديو فرما م م م م م م م م اشتركوا في القناة 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 ساقوم بتحديد هذا الخيار ساقوم بتحديد هذا الخيار أيضا ساقوم بتحديد هذا الخيار سأ mixed up والفعل والتلاشق ونرى ماذا سيحدث مباشرةً مباشرةً أعطني أدغط عليها أدغط عليها وأدغط مباشرةً في الأسفل تلتشارج وأنا رأى ما الذي سيحصل ها هو الآن يقيم بالتحميل سنرى حين سيصل إلى الصون ما الذي سيحصل ها هو الآن وصل إلى الصون قام بتحميل الأوديو كم4A وهو الآن بصدد تحويله إلى الـ MP3 وسنتأكد من ذلك إن شاء الله إذن هو الآن لم يعطينا الإشعار ها هو الإشعار سنتوجه إلى وسنجد MP3 إذن قام بتحويل الملف إلى MP3 وهذا ما يبحث عنه مجموعة من الإخوة أي تطبيق يقوم بتحميل الملفات بصيغة MP3 الأمر لا يختلف بالنسبة لروابط الفيسبوك والتيك توك وغيرها من مواقع التواصل اجتماعي لا أريد تجربتها حتى لا نقع في مسألة حقوق الملكية بقية مسألة أخيرة سنقوم بتجربة فيها كذلك من قناة تكنو بلانت بلانت أجهزة أجهزة tvbox التي قدمها لنا الأخ محمد الزمزمي الذي نوجه له تحية والشكر سيديدة وتمرات سلامة متل få منع شية وتغير سلامة سيال وما تتلسجر سيال وما قال لي سيلكشوني وما قال لي وما قال لي نانكوشي سأقوموا بتحديدها سأتجاوز هذا الفيديو مثلا سأقوم بتحديد هذا سأتجاوز هذا أتجاوز هذا أيضا أتجاوز هذا أتجاوز هذا أقوم مثلا بتحديد هذا الفيديو أنا قمت بتحديد الفيديو الأول والثالث والثامن تلشارج 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 تحميل بنفس الإعدادات المضبوطة سلافا أي يقوم بتحميل الأوديو وتحويله إلى ال-MP3 ها هو قام بتحميل الفيديو الأول وبصدد تحويله الآن 2-3 يعني هو الآن بصدد تحميل الفيديو الثاني برنامجون رائع صراحة لا إشهارات لا إعلانات لا أي شيء ها هو يقوم بتحميل ثم التحويل إلى ال-MP3 بإمكاني الدخول إلى البرامتر وإلغاء الخيار الذي قمت بتحديده حتى يتمكن من تحميل الملفات كصوت فقط وأعود إلى هنا وأقوم بتحميل السياغ التي أريد سواء أُنغرر نوويل نتفكاتيات نوويل نتفكاتيات نوويل نتفكاتيات استعراض جهاز زيارو ميمي بوكس الجيل الثاني تلشارجمان terminé أُنغرر تلشارجمان تحميل الفيديو الثاني قلت أذهب إلى البرامتر وأقوم بإزالة التحديد عن تلشارجة أوديو وأعود إلى هنا وأقوم باختيار أي السياغ التي أريد سواء أوديو أو فيديو أو يعني فيديو بدون أوديو يعني صورة بدون صوت سنتوجه إلى مفيشي حتى نتأكد ستعمل بكل سهولة ويسر وهذا كل ما يتعلق بهذا التطبيق أتمنى أن يفيدكم في حياتكم اليومية وإلى أن ألقاكم في تسجيل جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته